إن الكراس غني جدا بالألياف منها القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان هي تساهم إلى حد كبير في تحسين نسبة الكوليسترول في الدم ومعالجة الإمساك وتقوية البكتيريا الجيدة في الأمعاء والتي تعتبر ضرورية للأشخاص الذين يعانون من مناعة خفيفة يتميز الكراس بأنه يساعد الأشخاص الذين يعانون من احتباس المياه داخل أجسامهم على التخلص منها بالتالي يساعد على منح اتفاع ضغط الدم من المعروف عن الكراس أنه يحتوي على مادة الأليسين التي تلعب دورا أساسيا في محاربة البكتيريا والالتهابات الفيروسية وهي تحمي الجسم من الأمراض لأنها مضادة للأجسدة إن الكراس له دور جزائي مفيد والسبب احتوائه على مادة كامبيثيرول التي تحمي القلب والشرايين من الأمراض ولكن دين محافظة على فوائد هذه المادة من المهم تناول الكراس نيئا أي عدم تعريضه للنار يحتوي على نسبة قليلة من الكالسيوم والماغنيسيوم وعلى مادة بيتا كاروتين التي تتحول إلى الفيتامين A داخل الجسم بالتالي تساهم إلى حد كبير في تقوية المناع وتجديد الخلايا وحماية النظر إن الكراس غني جدا بالبوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم في الجسم خصوصا للأشخاص الذين يعانون من هذا المرض وغني بالسلينيوم وهو معدن له فوائد غذائية عديدة تتعلق بتقوية جهاز المناعة وحماية شرايين القلب وتفعيل عمل الغدة الدرقية ومضاد أكسادة أساسي جدا يجب أن لا ننسى أن الكراس مغزي جدا يحمي من الأمراض ويساعد لخسارة الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية يمكن تناوله طازجا أو نيئا مع القليل من زيت الزيتون هذا لأنه يحمي القلب ويقي من الإمساك وفيه الحديد والكالسيوم وبيتامين A ومن الممكن تناوله بواسطة الحساء ولكن لا يمكن الحصول على جميع الفوائد الغذائية في هذه الحالة إن الكراس يقوم بتعزيز صحة العيون لأنه غني بفيتامين A بشكل خاص وهو فيتامين مهم جدا لصحة العيون لأنه يساعد على تعزيز صحة شبكة العين وبسبب محتوى الكراس من الحديد فإن تناوله بانتظام قد يساعد على علاج فقر الدم وذلك لأن الحديد الموجود فيه يساعد على إنتاج المزيد من هيموغليبين الدم تناوله بانتظام قد يساعد على علاج فقر الدم